نفسي اعرف الناس اللي زعلانا ان احنا ما كسبناش مواطش السنغال مبارح زعلانا ليه هتيجي تقول لي يا يوسف كحنا برضو كنا نفسانا ان احنا نكسب بص يا عمي واحدة واحدة كده الفوز طعمه حلو طبعا فيش اي اختلاف هنختلف على دي ازاي اي فوز طبعا طعمه حلو ولا يعادل طعم الفوز والنجاح اي طعم اخر لكن انت لعبت كويس قوي ولا لأ بزلت كل جهدك ولا لأ عملت اللي عليك في المطشاط اللي فاتت ولا لأ خد بالك انت تقريبا الفرقة الوحيدة اللي شاركت في البطولة دي كل مطشاطها اربع اشواط كل مطشاطك اربع اشواط يعني اللعيبة بتوعك طاقتهم يعني كادت ان تستنفذ خلاص طيب بص الناحة تانية السنغال كل مطشاطهم شطين مش بس كده واخد يوم راحة زيادة اللي هو يعني ايه الناس نازلة بقى ايه تنقنق وبالرغم من ذلك كانوا عاملين كماشاتوا ومقفلينوا يعني عملوا الللي عشان خاطر يقدروا يواجهوا الفرعنة المصريين وبالرغم من ذلك خد بالك بقى المطش الشطين الاولانيين صفر صفر اه الاشواط اللي اتعملت بتاعت الوقت بادلت ضايع صفر صفر كسبوا بايه براكلات الجزاء الترجحي خلاص بقى ني بيبقى فيها منها جزء برضو حظ ما هياش حرفانة قوي يعني وعليه ما تزعلش ولا حاجة ولا تبوز ولا كلام من ده خالص 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 بالبالعكس الفريق بتاعنا انا مصر على انه ده اقوى فريق ظهر في تاريخ الكرة المصرية من سنة ما بدأت واكتر فريق قادر على التحمل والمجهود واعلى معدى اللياقة بدنية شفناه في الكرة المصرية هي الفرقة دي كيروش عمل اللي علي اه عمل اللي علي وزياد احنا بقى نقعد نقول ايه طب يا ترى هالكيروش مخلش مثلا ليش صلاح يشوت في ركنات الجزاء عنده اسبابه وعنده رؤيته ونبقى نتناقش لكن ما نوجهش بقى السهام على طول للاغتيال المعناوية لكيروش واصل مش عارف فلان عمل ايه واصل ايه ابو جبل عمل الللي بصراحة ودواد مية مية حاجة زي الفل انا ما شفتش حد في فرقة مبارح ملعبش حلو ما شفتش لعبة حلو لياقة عالية تحمل ضغط نفسي يراني لده كفاءة الضغط النفسي بتاع تحكيم المباريات اللي فاتت تحكيم من برح كان لذيذ معقول ما انا انا وحب من انا يعني مش بتكلم على المحللين انا المتواضع جدا شايف انه كان تحكيم كويس عادي يعني ماشي بحيات مش ازمة مش مستقمنه يعني ما حستش انه متحمل علينا كويس لكن في النهاية احنا عملنا اللي عليه طيب لازم تشوف ازاي كمان العالم العربي شايف انه مصر تمثل العرب في هذه البطولة وازاي بيشجعوا الفرق المصري ازاي بيشجعوا منتخب مصر علشان بس كلمة مصر ودي كلمة كبيرة اوي 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 ان كنتم لا تعلمون الاشقاء في فلسطين يتزحموا لتشجيع المنتخب المصر الصور دي من قطاع غزة على سبيل المثال الناس نزلت من بيوتها قعدت على القهوة كأنهم في مصر بالضبط عشان يعودوا يتفرجوا على القنوات اللي بتعرض المتش وبعدين انت بقى مش شايف مثلا ايه القهوة قعد فيها ولا الكافيتيريا قعد فيها اتنين تلاتة اطلاقا واضح انها مليانة عن بكرة ابيها والعالم المصري مرفوع في النهاية هو شعب واحد رياضة واحدة القلب عند الكل صدقني هتلاقي دايما القلب مصري حاجة تانية خالص مصر لما بتلعب يبقى الواضع مختلف تماما عشان ليه لانه مصر دي كبيرة كبيرة عند الكل كبيرة عند كل المجتمع العربي من المحيط الاطلنطي وحتى الخليج العربي والحدود العراقي اشتركوا في القناة